بدايةً يواصل فريق لسر حسين داي تحذيراته تحسباً للموسم الكروي الجديد بقيادة المدرب نذير لكناوي هذا وتجرى إذن تدريبات الفريق وسط تطبيق صارم للبروتوكول الصحي الذي من شأنه تجنيب اللاعبين الإصابة بفيروس كورونا حيث يمنع اللاعبون من مغادرة الفندق هذا برمج الطاقم الفني مبارتين وديتين بملعب 19 ماي بدايةً من السبت المقبل أمام الوفاق الصحيفي والمبارتة الثانية ستكون مع نهاية التربص ضد شباب قسنطينا تلت يوم لنا في مدينة عنبا يعني داخلها في التربص الثالث انتعنا اللي اخترنا في مدينة عنبا بعد ما دلنا زوز تربصات يعني في مدينة شلف بعد الاتصالات اللي درناها مع الفيرق يعني با هنلعبو زوز مباراة وديا كالنا يعني كالي يتصال مع سينابيل كوكي وين برمجنا مباراة وديا يوم 24 وزيد كالنا عنا مباراة أخرى مع فاريخ شباب قسنطينا في نهاية التربص دونك جي بو سادا دونك جي بونس انو الاجواء يعني عموما تمشي في ضروف جيدة اللعبين مع دومش يعني لدرواء انهم يخرجوا خارج يعني الفندق اللي رانافي et on essaye aussi de sensibiliser les joueurs يعني au maximum